موسيقى بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد كمان في برنامجكم نعمة وبركة مرة واحد من التلاميذ طلب من ربنا يسوع طلب مهم جدا قال له ايه بقى قال له يا رب علمنا ان نصلي كما علم يحنى ايضا تلاميذهم فكان رد ربنا يسوع عليه زي ما كلكم عارفين وحفظين متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات وعلمهم الصلاة الربانية اللي كلنا بنصليها لحد النهاردة حلو الكلام طب انا عايز اقول ايه عارفين نفسي يكون ايه السؤال او الطلب اللي الطلب ده في لسان حالي انا وانت النهاردة تقولي ايه اقولك قوله يا رب علمني ان اصلي يمكن سامع حد دلوقتي بيقولي يا ابونا طب انا بصلي وربنا ما هو السؤال ده تسأل قبل كده وربنا فعلا علم التلاميذ الصلاة ابانا الذي في السماوات وانا حافظ ابانا الذي في السماوات وبقوله حبيبي انا نفسي تقوله كده علمني يا رب ازاي اصلي مش علمني يا رب اقول ايه وانا بصلي عايز اضيف كلمة واحدة بس علمني يا رب ازاي اصلي فاكريني الاية الكتابية اللي بتقول ليس كل من قاله يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات في متة سبعة اه اصلي ازاي تصلي دي مهمة قوي هو ده الطلب اللي عايزين نتكلم عنه الحلقات اللي جاية علمني يا رب ازاي اصلي المفروض ان ده يكون لسان حال كل واحد فينا كل انسان روحي عايز يتمتع بالعشرة مع ربنا في الاوقات اللي بيقضيها مع ربنا في الصلاة اقول لكم بصراحة من السهل جدا انك تقف تصلي لكن للأسف من الصعب انك تصلي بجد تقول لي للأسف ايوة اقول لك من الصعب جدا انك توصل للصلاة اللي بجد او بنسميها الصلاة القوية اللي بترضي قلب ربنا واللي تحسسك كمان انك اتمتعت بالصلاة دي او بالوقفة مع ربنا اقول لكم ازاي يعني احنا ممكن نقف فترات طويلة جدا في الصلاة لكن بعد الفترة الطويلة دي تخرج من الصلاة مش حاسس باي حاجة ولا حاسس باي تغيير عارفين المشكلة الاكتر ايه هو انك تبتلي بقى تحس بالملل ما انت مش حاسس بتغيير مش حاسس بفرق عشان كده انا عايز كلامي يكون في الحلقات اللي جاية مش عن الصلاة وفويدها وسماتها الموضوع ده يمكن كلنا عارفينه وتقرر كتير لكن انا عايز نحاول نتفق مع بعض على رشدة علاج ضعف روح الصلاة او رشدة نمشي عليها عشان نخلي صلاتنا قوية وكمان تخلينا نتمتع بيها ونفرح ونبتهج باللحظات الحلوة اللي بنقف فيها في حضرة ربنا وتقول العبارة دي علمني يا رب ازاي اصلي لكن عايز نخلي بالنا من حاجة مهمة لما نتكلم عن الصلاة القوية اوعى تفتكروا ان الموضوع سهل الاباء علمونا ان الصلاة هي الصلة العميقة جدا بيننا وبين ربنا يسوع تعرفين الادسين اختلفت تعريفاتهم حوالين الصلاة طبعا حسب ما كل واحد فيهم اختبر الصلاة دي ازاي او عاشها ازاي مش حسب ما اراه خلي بالكم الادسين بيقولوا كلامهم عن اختباراتهم الشخصية يعني هديكم امثلة قالوا ايه عن الصلاة الادسين واحد قال انها مفتاح السماء وشفاء السقماء وحفظ للاصحاء دي اللي هي الصلاة واحد من الاباء مرة قال انها سلاح بطار ومعين جبار وشفيع زوقت دار كلام حلو قوي عن الصلاة وحد من الاباء مرة قال انها ميناء امين وكنز سمين وعمل للروحيين هي فعلا الصلاة كده عارفين عشان سموا الصلاة ودرجة رفعتها بين الفضايل كلها ربنا عين ملايكة يقدموا ليه الصلاوات اللي مرفوعة مننا عارفك الكلام ده ابن اقراف سفر الرؤية تمانية يقول كده وجاء ملاك اخر واقف عند المزبح ومعه مبخرة من ذهب واعطى بخورا كثيرا يقدموا مع صلاوات القديسين جميعهم على مزبح الزهب بيرفع الصلاوات الملاك ده القديس بالسمو ده والقوة دي يبقى احنا محتاجين نصلي لا مش نصلي بس نصلي صلاة قوية وتقول كده علمني يا رب ازاي اصلي خلي بالكم للتعبير ده عايز نتابع مع بعض في الحلقات عشان الدرس ده مهم جدا خليكم تابعيني عشان فيه رشدة هنقدمها في الحلقات الجاية ونجاوب على سؤال علمني يا رب ازاي اصلي ربنا يفرح قلوبكم يومكم كله نعمة وبركة اشتركوا في القناة